هلو جريد 5 لنبدأ من أجل 5 خمسة ابتدائي الدرس الرابع هو عبارة عن قصة جراس هوبر اللي هو القرادة جائع في الطعام عايزنا نحط الكلمات اللي فوق دي في الفراغات اللي تحت طبعا لإنه شتة فهي بقى cold وما قدرش يلاقي كمان أكل وعنده أكل دي كراس هوبر القرادة لم يعمل وهو دلوقتي جعان نطلع الكلمة الغريبة عندي زي منا ملحظة 3 أفعال باي يشتري find يجد eat يأكل لكن كلمة flower نبات يبقى دي كلمة الغريبة two مطلوب مننا يعني في السؤال ده نطلع الكلمة الغريبة في المعنى وساعات في النطل number two eye عين mouth فم hand يد توي لعبة هي يدي الغريبة three boring ممل strange غريب اللي اتنين دول صفات لكن spring فصل الربيع relaxing يشعر بالاسترخاء مرتاح بورنج صفة strange و relaxing صفات لكن spring فصل من فصول السنة الرابعة عندي scientist وظيفة عالم receptionist وظيفة موظف استعلامات biologist وظيفة عالم أحياء noise ضوضاء صفة فانبقى التلاتة دول وظائف و noise صفة يبقى هي الغريبة سؤال match the ant and the grasshopper النملة والقرادة علمونا ايه teach يعلم علمونا ايه that is important انه من المهم to work ان تعمل to prepare عشان تجهز for the future للمستقبل number two she is a biologist هي عالمة أحياء she works يبتعمل in the field of biology في حقل الأحياء three the sound of the word town صوت كلمة town لما بقول town شبه كلمة e is the same شبه in down down the grasshopper والأولى pianist pianist عازف piano biologist برضو ناقصها i s عالم أحياء أو عالمة أحياء الصورة الثالثة عالم scientist ناقصها i وناقصها t journalist صحفية برضو ناقصها i و s هنا عندي choose the end طبعا القصة فيها النملة والجراس hopper النملة هي اللي كات بتتشتغل والجراس hopper كان هو اللي relaxing مستريح ما بيشتغلش فهنا الآن تقول likes بتحب working hard العمل بجد حاجة تانية بعد like دايماً الverb ing يعني الفرب الفعل work يعمل في حركة تحط له ing دالت حاجة ليه أنا اخترت likes لأن فعلاً النملة في القطعة بتحب العمل لكن لو قلي grasshopper اقوله doesn't like ما بيحبش شو نيجي عقوم للتانية العازف عازف البيانو pianist plays music بيعزف موسيقى آه موسيقى التالتة it is very cold in يقولك الجو برد امتى in winter في فصل الشتاء السؤال الرابع the grasshopper is lazy يعني ايه lazy كثول ما بيحبش الشغل السؤال ده punctuation يعني الجملة مكتوبة غلط وانصححها طبعاً what اول حرفة منها بيتعمل capital طب لطالما الجملة فيها what يبقى اخر الجملة على متستفهم السؤال التاني عندي t small غلط مفروض اي حرف في اول الجملة في اول الكلمة بيتعمل capital لو لاحظتم ياولاد في السؤال اللي فوق read معمولة capital تمام شوفوا بقى الجملة للأولى the معمولة capital a capital it capital the capital فهمتوا؟ حتى السؤال التالت بادي punctuate اعمل علامات ترقيم بادي p capital يبقى اول حرفة من اول كلمة في ايه الجملة بيتعمل capital طيب ايه تاني ملاحظينه ياولاد ما بتاخدوش بالكو doesn't الت بعيدة عن ال n فهعمل apostrophe طيب فهمنا؟ ده اختصار لnot لانها المفروض تكتب n o t فما كتبوش ال o وبعدوا t عن ال n فانت تحط apostrophe فهمتوا؟ طيب الجملة بادي بذا اللي هي معناها l يبقى اخر الجملة نقطة طيب معنى الجملة ايه؟ ان الجرادة لا تملك any food اي طعام